تنضم إلينا مراسلة الغد ليلة خليل ليلة أهلا بك إذن دعوات تتجدد للخروج في مظاهرات في لبنان رغم قرارات الحكومة بضخ العملة الأجنبية والدولار في الأسواق دعينا في الصورة لديك صحيح على الرغم من الإجراء الذي اتخذته الحكومة بالأمس وهو يقضي بضخ الدولار في الأسواق كي ينخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية التي شهدت مستويات قياسية في اليومين الماضيين يعود الحرك مجددا إلى الشارع الأمس كان هناك مسيرة اليوم أيضا هناك مسيرة من وزارة المالية باتجاه هنا صحة رياض الصلح العنوان هو لا لحكومة المحاصصة نعم لحكومة انتقالية لديها صلاحيات استثنائية هذا هو الشعار لمظاهرة اليوم ولكن هذا لا يعني أن الناس أو المتظاهرين الذين سينزلون ويشاركون في هذه المسيرة هم ليسوا غاضبين بسبب ترد الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تدهور سعر صرف الليرة أيضا من المفترض أن يكون هناك كلمة اليوم لرئيس الحكومة حسان دياب بحسب المكتب الإعلامي الذي قال بأنه سيكون له كلمة يتحدث فيها عن التطورات التي حصلت في الأيام الماضية وقد يكون من ضمن كلمة الرئيس حسان دياب تطمين نوع من التطمين للشارع اللبناني الذي لا يزال قلق من عملية ضخ السيولة في الأسواق اللبنانية خاصة وأنه البعض يعتقد بأنه هذا الإجراء لن يكون له مفعول طويل المدى بل مفعوله سيكون قصير جدا لا يتعدى الأسبوع أو أسبوعين كحد أقصى حتى أنه اليوم كان هناك تغريدة لرئيس حزب القوات اللبنانية سامير جاجع الذي قال فيه بأنه لجم تدهور سعر صرف الليرة لا يكون من خلال الضخ السيولة في الأسواق والتي على الأرجح ستذهب إلى سوريا خاصة مع الحديث عن أنه هناك سحب لئة دولار من الأسواق اللبنانية وتهريبه إلى سوريا وقال بأنه لجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية يكون من خلال الإصلاحات أولا ثم الإصلاحات ثم الإصلاحات هذه الأجواء نحن نترقب كما قلت المسيرة التي تحمل عنوان لا لحكومة المحاصصة أشكرك جزيلا ليلة خليل مرسلة الغد من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر